بعد كثرة التساؤلات والاستفسارات عن شخصية محمد مهدي نصر الله هل هو الخليفة القادم لحزب الله؟ غموض يحيط بخلافة حسن نصر الله بعد اغتيالها شمصة في الدين ومحمد مهدي في الواجهة في ذل التوترات السياسية والتصعيد المستمرة على الساحة اللبنانية والإقليمية يعود الحديث عن خلافة حسن نصر الله إلى الواجهة من جديد لكن هذه المرة يضاف عنصر جديد إلى المشهد إنه محمد مهدي نصر الله ابن القائد البارز والمقاوم الذي يواجه أسئلة جادة حول إمكانية توليه منصب والده في قيادة الحز في الأسابيع الأخيرة ظهر محمد مهدي نصر الله في مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي حيث شهد يرتدي عباءة والده الشهيرة وهي خطوة أثارت جدلا واسعا خاصة أنه لم يظهر في الساحة السياسية أو إلى عسكرية بشكل واضح من قبل الأهم من ذلك نشره لمحتوى توعوي ديني على حسابه على إنستجرام ما لفت الأنظار إلى نواياه المستقبلية مع اغتيال هاشم صفي الدين الشخصية البارزة في قيادة حزب الله في 1 أكتوبر 2024 عاد السؤال الأهم من سيقود الحزب بعد نصر الله هذا السؤال أصبح أكثر إلحاحا مع الشائعات المتزايدة حول تحضير محمد مهدي نصر الله ليلعب دورا قياديا حتى اللحظة لم يعلق حزب الله بشكل رسمي على هذه التكهنات في الواقع الحزب اكتفى بالتأكيد أن نشاط محمد مهدي على واسع للتواصل الاجتماعي هو مبادرة شخصية وليس للحزب علاقة به لكن هذا الرد الرسمي الغامض لم يوقف التكهنات حول دور محمد مهدي المستقبل اغتيال هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر خليفة محتملا لحسن نصر الله أثار أسئلة حول من يمكن أن يستلم القيادة محمد مهدي قد يكون المرشح الطبيعي لخلافة والده لكن هل هو مستعد لهذا الدور؟ وهل سيتقبل الحزب هذه القطوة في ظل التحديات الأمنية والسياسية الهائلة التي يواجهها؟ ربما يسعى محمد مهدي من خلال ظهوره الإعلامي الأخير إلى تمهيد الطريق نحو دور قيادين في الحزب ولكن الأسئلة لا تزال قائمة هل ستتقبله القاعدة الشعبية للحزب؟ هل لديه الكاريزما والخبرة المطلوبة لقيادة أحد أقوى الحركات المقاومة في العالم؟ وهل يستطيع مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بنفس القوة التي أظهرها والده؟ التساؤلات قائمة لكن الغموض يبقى سيد الموقف حتى هذه اللحظة تبقى الأجوبة حول مستقبل قيادة حزب الله غامضة هل سيكون محمد مهدي خليفة نصر الله؟ أم أن الحزب سيتجنع خيار آخر؟ وهل تم اكتيال هاشم صفي الدين لتمهيد الطريق أمام جيل جديد من القيادات؟ كل هذه التساؤلات تظل مفتوحة وسط ترقب كبير للخطوات القادمة ماذا عنكم؟ هل تعتقدون أن محمد مهدي هو الخيار الطبيعي لخلافة والده؟ وهل تعتقدون أن الحزب سيعلق على ظهوره قريبا؟ شاركون أراءكم في التعليقات نود أن نعرف وجهة نظركم لا تنسوا متابعة القناة لتبقوا على اتلاع دائم بما قد يحمله المستقبل من يدري ماذا سيحدث؟ ترجمة نانسي قنقر